ولاية نغون الشرقي كغيرها من ولايات الوطن التي تأثرت كثيرا بمياه الأمطار الغازيرة فاضحظت بضع عاطف حكومي ذلك وزارة هذا الوفد الوزاري الكبير بقدر رئيسي لشنة إدارة الفيضانات وليقات منها وزير الدولة وزير المالية والميزانية حامي الطاهرانجلين الذي استقبله والي الولايات كدادي في مدينة بايبوكم حضرت محفظة مونديلام التي تأثرت كثيرا من هذه الفيضانات التي اجتهت الكثير من مناطقها باسم سكان محفظة مونديلام محفظة إدريس سليمان تحدثان الأضرار التي تراض لها المحفظة جراء هذه الفيضانات ومشترا إلى أنها تسببت في خسيرة بشرية ومادية وزراعية وكذا خسيرة في المعاشية العمر الذي تحدث عنه أيضا والي الولايات كدادي حيث ناشد الحكومة بالاستجابة لنداء سكان المحفظة في رد رئيس اللاشنها الوطنية لإدارة الفيضانات وليقات منها وزير الدولة وزير المالية والميزانية حامد طيرانجلين أكدها بأن الهكومة ستستجيب لنداء مضررين من هذه الفيضانات أي أن كانوا في منطقهم من مناطق الولايات في كلمة وزير الدولة وزير إدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد شدد على ضرورة التعايش السلمي والاستغرار في هذه المنطقة وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم طمعن سكان المحفظة بأن الوزارة ستسهر على صحتهم من دون كلل ولا ملل وفيما تألق بالشكاوي المتعلقها بالأمن فوعدها وزير الجيوش الجنرال إساق مالوة جاموس سكان المنطقة بأن الوزارة ستوفر الأمن في جميع مناطق المحفظة ممثل البنك الدولي لدى البلاد رشيد برتيف وعدها بدعم اللاشنة بالموارد اللازمة هذا وعقب هذه المداخلات المختلفة فقط تهدث رئيس اللاشنة وزير الدولة وزير المالية والميزانية حامل طهران جنيه مع عضاء اللاشنة المحلية لدارة الفيضانات قبل أن يقدم إليها المساعدة المالية وآخرا توجه الوفد الوزاري إلى الجسر الذي أنهار جراء المياه القوية قبل أن ينتقل عبرها زورق من بيبكم إلى قرية أمبوميان الوقف للعبار التي توقفت عن العمل منذ عام 2009 نعم تساوه موسيقى